ما تصورش ان في حد ما كرهوش الحياة في رمضانية يعني قلت مثلا ايه حيعمل مسلسل يطلع في دور فيلن شرير في ايوب فنكرهو فييجي في ضد مجهول يبقى لطيف كده وزريف وفيحبه لكن اللي اتنين اللي اتنين اشر من بعض اه بس فيه مفارقة غريبة ان في ضد مجهول كان الناس يعني في ايوب الناس من اول حلقة خلاص كرهت شكل منصور في ضد مجهول الاول كان فيه ناس كتير وقطع كبير من الناس اللي كان بتتفرج كانت متعطفة معاشا يفعل غالبان لان هو فعلا بجد هو مسكين هو مريض يعني هو مريض بالحال طب انت كرهت في اكتر ايه في ايوب ايه في ضد مجهول هو في ايوب جرعة الشر اقوى بكتير على فكرة يعني اي نعم هو عمل عمل فعل شر كبير جدا في ضد مجهول هو الاختصاب والقتل والحاجات دي بس بدافع مرض نفسي لكن احنا في ايوب معرفناش منصور المحامي ده وفعه ايه في الشر اللي بيعملو ده كله يعني بيشر بدون مبرر يعني ساعات بيشر مفيش مبرر للشر يعني هو من ادم بيبحث عن الفلوس وببحث عن المال والسلطة وبيبحث عن رغباته والنسائية والحاجات دي كلها ده ما فهم ساعات كان بيشر وبيقزي ناس بدون مبرر او حتى بسمن بخص يعني يعني ما يستهلش الفلوس اللي هو كان بياخدها مقابل ما يستهلش ان هو يوفر محد بالشكل ده يعني هو في اول مسلسل حبس ايوب عشان عشان مبلغ زيئة خمسين ألف جنيه يعني اللي هو ما يستهلوش إنه هو حد يضيع مستقبله ده أنت الناس حزبين تعليك حزبانة طب قولي بقى رد فعلا الناس إيه على المسلسلين أيوب مثلا يعني حجم الكراهية شكله إيه بقى حجم الكراهية الكراهية متحقة شوية يعني الناس كانت بتضحك على الشر اللي هو بيعمله لأنه هو بيدحك أنا أصلا أهيه الحاجة عجبتني في شخصية منصور أول مقاريط يعني اللي جذبني فيها وده المنطقة دي في الشر بقى لنا كتير ما شفناش يعني بقى لنا كتير ما شفناش من قام العظماء اللي كانوا بيقدموها مناعملوا أستاذ عادل أدم وأستاذ محمود الميليجي فيه كتير شبهوك بالفنين الراحل عادل أدم اه دي حقيقة عشان الدور فيه ديحك جوه يعني جوه الشر وهو بيشر بيدحك بس لازموا الحاجة للناس يا جماعة الرجل ده طيب والله الرجل ده طيب بالشرير زي ما انتم شايفين